موسيقى موسيقى بسم الله أبو الإبناء الروح الكدس الإلهي الواحد أمين أهلا بك يا حباي في حلقة جديدة من حلقات برنامج المعلم الصالح عن تعليم ربنا يسوع المسيح النهاردة بنعمة ربنا حاجة أن نتكلم في موضوع جديد هو تعليمه عن موته وعن قيمته فالحالة النهاردة تبقى بعنوان موت السيد المسيح وقيمته الحياة الموضوع عميق قوي لأنه بيخصه هو شخصيا إزاي هو كان بيفكر في موضوع ألامه ويفكر في موضوع موته وإزاي بيفكر في موضوع قيمته واتكلم عن هذا الموضوع في مناسبات عديدة السيد المسيح بلا شك أنه كان يعلم تمام المعرفة بكل شيء ستحصل له من ألام وموت وقيمته دي ما فيهاش أي شك حتى القديس يحنى في يحنى 18-4 يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه وهو نفسه في لقاءات كثيرة اتكلم وقال قال إن ابن الإنسان يتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فهو عارف أنه هيتألم من الشيوخ ورؤساء الكهنة وعارف أنه هيقتل وعارف أنه هيقوم في اليوم الثالث لما دخل ربنا يسوع المسيح واتخر الهيكل وبعدين قال له أنت يعني بأي سلطان بتعمل كده قرينا أي آية حتى تفعل هذا كان رد السيد المسيح رد عجيب خالص في إنجل القديس يوحنى في صحاح 2 في عدد 18 اليهود بقول له أي آية ترينا حتى تفعل هذا عدد 19 أجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي سلاسة أيام أقيمه فقال اليهود في ستة وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في سلاسة أيام تقيمه أما هو فكان يقول عن هيكل جسد إذا بقى تعليل القديس يوحنى بروح القدس في عدد 21 اللي هو ما كانش بيكلم عن الهيكل هيكل هيرودسي الموجود في الوقت ده لكن هو كان بيكلم عن هيكل جسده فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فأمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع فهو عارف كويس خالص وما راحش عن ذهنه الإلهي إيه اللي هيحصل ليه من موت وقيامه بل بالعكس ده هو قال لأجل هذا أتيت فهو لأجل هذه الساعة أتيت فهو عارف أنه هو جاي مخصوص عشان يكمل الفداء من خلال حياته في جسد الطاهر على الأرض ومن خلال ألامه وموته وقيمته لما قدم للتلاميذ العشاء السري الخبز والخمر في إنجلي القديس يوحنى في إصحاح 6 عدد 51 قال الخبز الذي أنا أعطي هو جسد الذي أبذله عن حياة العالم فهو كلام واضح خالص أنه الرؤية واضحة خالص قدام عينيه أنه كان يقدم جسده ويسفق دمه على الصريب المقدس ربنا يسوع المسيح بيشير لموته وقيمته أن هذه الأمور تمت حسب النبوات في إنجلي القديس مرقص في 14 21 بيقول لهم ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه ابن الإنسان هو شخص ربي يسوعه بيكلم عن نفسه بدل ما يقول أنا ماضي قال إن ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه إنجلي القديس لوأ في إصحاح 24 كان بيكلمنا عن ظهور ربنا يسوع المسيح بعد القيامة لتنزايا عمواس وبعدين شافت التنزايا عمواس مطلبطين من جهة اللي حصل للسيد المسيح من جهة ألامه وموته وبيكلموه بيقولوله ده كان فيه إنسان وحصل كذا وكذا وكذا ونحن كنا نرجو إنه هو ده المزمع أن يفدي إسرائيل وبعدين قاعدوا يحكوله وهم مش عارفين إنهم بيكلموا المسيح طبعا قاعدوا يحكوله إن فيه إنس وراحوا وقالوا إنهم شافوا ملائكة وقالوا إنه هو حي فالسيد المسيح ابتدى يكلمهم ويشرح لهم عن موت المسيح وقيمته من النبوات ففي عدد 25 في الوقت 24 25 يقول إيه يقول فقالا لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده وبعدين في عدد 27 ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب فهو كلام ربنا يسوع المسيح بيقول لهم أنتوا محترين ليه ده أنتوا المفروض كنتوا تبقوا فاهمين أن اللي حصل ده كله كتب عنه الأنبياء وتبقوا أنتوا فاهمين إيه اللي كتب في الأنبياء وده معنيكوا التنفيذ وبعدين هو راح ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب وده اللي بتعمله كنيسة الأبطية الأسوذكسية في أسبوع الألام إنها بترى إريات كتير قوي خاصة في أسبوع الألام إريات فيها نبوات كثيرة جدا فبنرى نبوات وبعدين نرى من الأنجيل المخدسة فأصد الكنيسة هنا إنها بتعمل إيه إن بتخلي الإنسان يسمع ويراجع كلام الأنبياء علشان بالروح اللي أوحى للأنبياء بهذا الكلام نفس الروح يعطي الصنارة للسامع ويبتدي يفهم معنى موت السيد المسيح ومعنى قيامة السيد المسيح فربنا يسوع المسيح في تعليمه عن موته وعن قيامته إن الحاجات دي حاجات تنبأ بيها الأنبياء قبل كده وتنبأه بكل التفاصيل طبعا ما فيش وقت دلوقتي إن أنا أجيب نبوات كل نبي أو أجيب كل مزمور وعد أقول ده أتحقق إزاي وده أتحقق إزاي وده أتحقق إزاي يعني مثلا أقول كده باختصار مثلا المسال المزمور لما أقول ساقبوا يديا ورجليا دي فعلا لعناها لما ساقبوا يديا ورجليا السيد المسيح حاجات كتير حتى السيد المسيح وهو على الصليب المقدس وبيصرخ وبعدين بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني وطبعا دي لها تفسير كتير ولكن أحد التفسير إن هو كان بيشير بوضوح إلى مزمور آآ 22 في الترقيم العبري مزمور 22 في الترقيم العبري بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوة لي وأنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل اللا لما بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني فده أول شطرة في المزمور ده زي ما إحنا في الكنيسة لما نحب نوزع المزمير فنروح لواحد نقول له قول رديت يا رب عن أرضك نروح لواحدين نقول له قول إلهي إلهي لماذا تركتني نواحدين نقول له قول رفعت عناي للسماء هكذا الرب راعية فلا عوزني شيء هكذا فهو سيد المسيح بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني فهو بيعبر عن ألامه وبعدين بيقول عشان تفهموا ألامي كويس ومعنى ألامي كويس وتفهموا اللي بيحصل قدام عليكم روحوا للمزمور اللي بيبتدي بإلهي إلهي لماذا تركتني طبعا لأن المزمور ده بيكلم عن حاجات كتير عن ألام المسيح فمثلا في عدد 12 يقول أحاطت بيه سيران كثيرة أقوياء بشانك تنفتني فغروا علي أفهم كعسد مفترس مزمجر كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي صار قلبك الشام قد زاب في وسط أمعائي يبست مستشقف قوتي لصق لساني بحنكي إلى تراب المتضعني لأنه قد أحاطت بيه كلاب جماعة من أشرارك تنفتني سقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون وتفرسون فيي يقسمون سيابي بينهم وعلى لباسي يخترعون لو فيه واحد وقتع حفظ المزمور ده أو كان رجع للمزمور ده وأراه وشاف اللي حصل فعلا مع السيد المسيح يلاقي بالضبط 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 اللي كتب داود النبي وترنم به في العهد الأديم هو فعلا اللي حصل وتنفذ مع ربنا يسوع المسيح فتعليم ربنا يسوع المسيح عن موته وقيامته بتبدأ بتعليمه أن الكلام ده مش حاجة بدون ترتيب أو حاجة جات فجأة العالم ما كانش متزل لها ولكن ده أمر كان مرتب في فكر الآب والآب أعلن عنه وشرح عنه في كل كتب الأنبياء وفي المزامير ونقدر نفهمه بعمق ونفهم أبعاده كلها من خلال دراستنا لكتب الأنبياء ونسفر المزامير عشان كده أنا مهمة قوي أن الواحد يربط باستمرار دراسته في العهد الجديد عن ألام وموت المسيح وقيامته أو عن أي موضوع آخر طبعا أنه لازم يربط ويرجع للشواهد في العهد القديم اتكلمت عنها ازاي لأن ده بتخلي الإنسان يشعر بعمق الموضوع وأبعاد الموضوع بصورة أكتر بتدي نعمل الصنارة أكتر للفهم تحتى ربنا يسوع المسيح لما بيتكلم مع الناس في أمثاله برضو أشار لموضوع موته بطريقة بطريقة مثل فمثلا في متة 21 أتكلم عن مثل الكرامين وقال إن كان إنسان رب بيت غرس كرمان وبعد كده أحاطه بالسياج وحب يأخذ من أصمارها فرح بعت العبيد فبيقول إنهم الكرامين أخذوا عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا هنا ده كان بشير على التاريخ البشري مع الله قبل ما جاء السيد المسيح إن ربنا إن الله بعت أنبياء كسرين للشعب اليهودي فمعاملهم معاملة كويسة فجلدوا بعض وقتلوا بعض ورجموا بعض وبعدين بعت عبيد تاني أكثر من أولين ففعلوا بهم كده وبعدين بيقول ربنا يسوع المسيح أخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني فهو بيقول إن أبوي السماوي عمل كده إن هو بعت أنبياء كتير وبعت عبيد كتير قبل كده وإنت ما رايحتوش أي حد بل أهنت كل اللي قولكم وأهنتهم كلهم وبعدين أبوي السماوي قال طيب أنا هبعت لكم ابني يمكن تهبوا ابني وبعدين في عدد ثمانية وتلاتين بيقول إيه ربنا يسوع المسيح بيقول وَأَمَّا تكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ ميراسه فهو عارف كويس إنه هو الابن اللي بعته الاب وإن الكرمين هيفكروا فيه بالطريقة دية وإن هم هياخدوه ويقتلوه وبعدين رجع كمل قال متى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاك رديا ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطونه الأصمار في أوقاتها هذا المسأل الزاكر في إنجيل القديس متى في صحاح 21 في عدد 33 لـ 45 والزاكر في إنجيل القديس مرقص إصحاح 12 عدد 1 والزاكر في إنجيل القديس لؤة في إصحاح 20 في عدد 9 19 فالألام اللي جات على السيد المسيح وموت السيد المسيح وقيامة السيد المسيح ما كانش حاجة بفجأة ليه لأنه كان عارف كويس كل ما سيأتي عليه زي ما قال أما يسوع فخرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه إيه رؤيته أو إيه رأيه في اللحصل ده إحنا نحب نعرف رأيه هو الشخصي مش تعملاتنا إحنا ربما من أوائل الأمور الواضحة في تعليمه عن موت وقيمته إنها صحيح حسب النبوات ولكن هو شايفها إن وقت الألم ووقت الصليب ووقت نموت دي سماها ساعة سلطان الظلمة ساعة سلطان الظلمة يعني إيه ساعة سلطان الظلمة ساعة سلطان الظلمة إنه هو فيه وقت ربنا سمح للشيطان أو قوات الظلمة إنه هي تعمل اللي هم عايزينه وزي ما بنشوف في مشاكل العالم أحيانا إنه بتتقلب كياس يعني بتتقلب حاجة صعبة خالص فربنا سعى المسيح قال إنه الساعة دي اللي فيها الألام وفيها الموت هي بالنسبة للشياطين دي الساعة بتاعتهم يعني ده وقتهم النوم وياخد حريتهم يعمل اللي هم عايزينه ففي إنجلي قديس لؤة اتنين وعشرين ثلاثة وخمسين بيقول لهم إيس كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلم يعني إبليس لو كان السمح لفرصة إنه هو يعمل أي حاجة في السيد المسيح قبل كده كان عمل ولكن هذا الوقت بالذات هو الساعة بتاعت إبليس وقوات الظلمة إن هي تقوم بأعمال الظلمة بتاعتها طبعا ده لا يعفي مسؤولية إبليس أو قوات الظلمة عن الشر اللي عملوه وعن مسؤوليتهم عن الشر اللي عملوه مش كون إنه تسمح ليهم يعملوا كده إنه دام على كده إنهم مش مسؤولين عن هذا العمل ولكن هو دي الساعة اللي الله سمح بيها إن الإبليس يقوم بشره ويقوم بالمكيدة بتاعته ضد شخص ربنا سعى المسيح ونشوف دلوقتي ليه لبركة مين وبعدين في إنجل القديس يحن إصحاح 14-30 ربنا سعى المسيح بيقول التلاميذ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء يعني فيه وقت كان هيجي فيه رئيس سلطان رئيس هذا العالم اللي هو إبليس عشان يهجم بكل جبروته وكل قصوته لشخص المسيح ولكن طبعا ليس له فيه شيء لأن رب يسوع المسيح طبعا قدوس قدوس القدسين فما يلاقيش فيه خطية علشان يستاهل بيها رب يسوع أن يتقلم بسببها كخطية شخصية وما يلاقيش طبعا أي فرصة أنه هو يتمكن من شخص المسيح وإن كان هو وصله للموت بالجسد ولكن كان موت مؤقت أو الموت المحي اللي بعد القيامة فهو وصف فترة الألام بتاعته وموته على الصليب المقدس وصفه أنه ساعة سلطان الظلم فده في حياتنا الشخصية برضو تعزية لنا أنه يعني إبليس مش واخد يعني فرصته الكامل يعمل فينا زي ما هو عايز فإذا كان في مرة من مرات إبليس قدر أنه هو يهجمنا أو يضربنا ولكن يبعندنا ثقة أن دي حاجة مؤقتة هي مجرد ساعة ساعة السلطان الظلم وهتعبر بقوة الله وبنعمة الله وبخلاص الله كمان ربنا يسوع المسيح كشف عن ألامه وموته أن هذا الألام وهذا الموت يعبر عن حقيقة هامة وهي بغضة العالم ليه ورفض العالم ليه يعني القديس يحن قال جاء إلى خصته وخصته لم تقبله فألام المسيح بتعبر قد إيه هو العالم أو الناس اللي فيهم روح إبليس أو روح العالم إزاي إنهم بيبغضوا المسيح وبيكرهوا المسيح ومش بس السيد المسيح مش بيبغضوا السيد المسيح بس بيبغضوا أي شخص التابع للسيد المسيح في يحن 15-18 قال إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم لكن نشكر ربي أنه قال بعد كده العالم هيكون لكم في ضيق لكن سقوا أنا قد غلبت العالم فبغضة العالم بنشوفها كتير شفناها في ألام السيد المسيح إزاي بانت القراهية على حقيقتها قراهية الرؤساء الكهنة وقراهية الأمم قراهية الناس اللي وصله ربا يسوع المسيح إلى هذه الألام وإلى هذا الموت القراهية بشعة جدا ولكن ربا يسوع المسيح زي ما قلت قبل كده هو كان عارف أنه ده كل يحصل وكان عارف بهذه القراهية حتى إنه في إنجيل القديس لول 17-25 قال ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل حتى هو لما تكلم في مسأل القرمين زي ما قلت من شوية الكلام عن قد إيه هو هيرفض والابن اللي كان المفروض يحابه قاله ده الوارث وتعالى نقتله فالرب يسوع المسيح بيتكلم عن موته عن ألامه وموته وعن قيمته إن الألام والموت بتعبر عن بغدت ورفض العالم للمسيح فإحنا ما نتدياش وما نحزن شي لو إحنا حاسينا إن العالم بيبغدنا لأن إذا كانوا أبغدوا المسيح لازم يبغدونا وإذا كانوا فعلوا هكذا بالعود الرطب فكان باليابس إذا كان ألام وموت المسيح عبر عنها ربنا سعى المسيح إنها سعى سلطان الظلمة وإنها بتعبر عن بغدت العالم اللي فيهم روح إبليس لشخص ربنا يسوع المسيح ولكن هي في نفس الوقت بتعبر عن دينونة إبليس نفسه دينونة إبليس نفسه وغلبة الرب يسوع المسيح للعالم يقول يقول كده في إنجيل القديس يحن في إصحاح 12 في عدد 31 الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا طبعا ده موضوع كبير إننا أكلم عن دينونة إبليس في وقت صلب رب يسوع المسيح لأنه الحقيقة في ساعة سلطان الظلم اللي عام الإبليس كانت حاجة ما لهاش أي تبرير مقبول لأن الرب يسوع المسيح لما يفعل الشر يستحق به هذا الألم فحصل دينونة الإبليس وقيد الشيطان في هذا الوقت وانتهت قوة ومملكة إبليس في هذا الوقت لأن رب يسوع المسيح قال من أجل هذا أتيت وحصل هذه الدينونة إن إبليس دلوقت أصبح مقيد أو ليس له سلطان على أولاد الله فرب يسوع المسيح اتكلم عن موته وخيمته إنها أولا تمت حسب النبوات وهو بنفسه شرح هذه النبوات للتلاميذ ولخاصة المزايا عمواز ويعلمنا إن إحنا برضو نرجع للنبوات عشان نفهم معنى موته وخيمته وكمان اتكلم عن هذه الألام وعن هذا الموت إن هو ساعة سلطان الظلمة وإن أتكلم وإن أتكلم عن بغضة وربط العالم للمسيح إن ألامه وموته بتعبر عن بغضة وربط العالم للمسيح وكمان إن ألامه وموته وقيامته هي في نفس الوقت هي هزيمة للشيطان وغلبة للشيطان الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا طبعا فينا واحدة إيجابية عن موت وخيامة السيد المسيح إن هي ما كانتش بس ساعة السلطان الظلمة ولكن ده كانت حسب إرادة الآب وحسب إرادة الآب وبتعبر عن أمور كتيرة وليها صمر كتير في حياتنا فنكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الحالة الجاية بنعمة ربنا لربنا المجد الدائم إن الأن وإلى الأبد أمين موسيقى